طبيعة الإسلام التسامح طبيعة الإسلام العطاء طبيعة الإسلام الوسطية ما نقول التصوف هو التسامح والحب والعطاء والوسطية الدين الإسلامي دين وسطية ما فهوش تشده ما فهوش عنف ما فهوش قصوة ما فهوش كبرياء بل بالعكس هو دين رحمة وتواضع وقبول للآخر يعني وفيه تعايش يعني حضرتك لما تخشي ساحات التصوف في مصر عمر ما فيه واحد له ساحة صوفية في مصر سأل هو مين اللي داخل علي يدخل أي حد اسمه إيه دينه إيه مش فارق معاه لكنه هو فرحان بقدوم النفس الإنسانية اللي ربنا خلقه ويمكن احنا بنتكلم كمان عن أهل البيت ووجودهم في مصر وكيف كان لهم فضل في معاملات وتسكية النفس وهو وجود الأولياء والصلاحين بأعداد كثيرة في مصر وبعض الناس يقولك يعني ده فيه مشكلة أن أنت تروح تزور آل البيت وتزور الأولياء طيب خلينا أقول لحضرتك أنا بحب آل البيت وبحب الأولياء طيب ليه؟ لأنه هم دول اللي علمونا التوحيد طيب إحنا كمصريين وحضرتك تفضلت أنه شخصت حلنا أنه فينا التصوف فطرة وقديم فينا وليس حديث علينا مرت علينا تغيرات كثيرة ظهرت خلالها تيارات كثيرة مع وجود مساحات بدأ التصوف اللي بتسميه حضرتك وتفضلت بأنه فطر جزء من الشخصية المصرية التسامح والروحانيات العالية والتقرب لله سبحانه وتعالى وحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكل المقتديات الطيبة بدأ يبقى فيه مساحات لأفكار حسبت في حينها دخيلة ومتطرفة ولكنها بدأت تتغلغل رويدا رويدا في المجتمع حتى تصدرت المشهد في وقت من الأوقات صحيح حصل صحوة وحصل لفظ لهذه الأفكار لكن يعني لا يزال حتى الآن الخطاب نفسه يأتي بين حين وآخر أو يظهر في صور مختلفة في مقام التصوف المصري وفي مقام الإنسانية المصرية كيف يمكن أن نحجم الخطاب المتطرف بالخطاب المتصوف؟ يعني خليني أصدق على ما تفضلت به يعني في بعض الأصوات وبعض الاتجاهات المتشددة أحسنت التنظيم وتمكنت من الأدوات وربما قصدت في بداية هذا البرنامج أن أوجه الشكر للشركة المتحدة لأنني قرأت أن هذا توجها محمودا جديدا حتى لا يحدث ما حدث من قبل رغم أن السواد الأعظم للمصريين هم على النهج الصحيح ألا أن التنظيم والإمكانيات جعلت هناك مساحة للتشدد وللعنف والقصوة وللانقلاب حتى على الوطن كل هذه مسائل دخيلة على الشعب المصري وكل هذه مسائل دخيلة على أهل التصوف يعني لما حضرتك عايزة تهدي بلد بتشوفي مين اللي عنده النزع الهدامة مين اللي عايز وقع مؤسسات الدولة ومين اللي مصالحه بتؤدي لكده ولما تشوفي أهل التصوف عندهم انتماء وحب للوطن فساعة كتير قوي الناس تقول يا دكتور عبدالهادي ما للعمل الوطني وما للتصوف هذا فيه مخاطئ الحقيقة نحن اتعلمنا حب الوطن من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيش حد في الدنيا بيغيب عن عقله وفكره مشهد قائد الأمة الإسلامية الحبيبة مصفى صلى الله عليه وسلم عندما وجد معاناة في مكة واتهامات وصلت إلى التعدي فاللحظة اللي بيخرج فيها الحبيبة مصفى صلى الله عليه وسلم من مكة بيقف على حدود مكة وبينظر إلى مكة ويقول لها والله إنك لأحب بلاد الله لله وأحب بلاد الله لي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرقت وفي الانتغاد الاشتراكات وردته على حدود مكة أقضى fantasy